بسم الله الرحمن الرحيم معيكم دكتورة راجل سيدة عبدالعليم دكتورة العراجل طبيعي أمراض المطفل الأعصاب ومجرد بطار الأسر العليمي كمهة الكبار اليوم سنتحدث عن موضوع مهم جدا وهو علاج التباوض اللا إرادي والثلث الباوي سؤال مهم هنبدأ الأول الموضوع ده عند الأطفال وبعدين هنبدأ عند الكبار وبعد كده هنتحدث عن طريق التلالات أمتا بيتم أصلا لو هنكلم الأولى عند الأطفال وهتكلم كلمة أطفال هتأخذ معنا المراهقين والحد التلاتينات ولما تعبوش المشكلة هتبضل موجودة إزاي؟ هنتكلم دلوقتي إزاي إن المشكلة هتبضل موجودة أمتا بيتحمل التحكم في الجوة؟ الجزء المسؤول في المخ عن التحكم في عملية التباوض ده بيكون من عمر سنتين يبقى إزا ممنومة نجرب الطفل أصلا على عملية التباوض قبل سنتين ممنومة خارج أنت كده بتخلي الطفل بتكبره أنه يعمل وظيفة أصلا أصلا على عملية التباوض أصلا على عملية التباوض أصلا على عملية التباوض لا إرادي مشكلة عن دكتور المسالك وللأسف الموضوع معلاجه مش عند دكتور المسالك لين؟ لأنه ما عندهش حاجة في المسالك الباولية مش مصبوطة ولا في التفريغ ولا في المسانة ولا في أي حاجة كل القصة هو ما فيها إنه هو عنده ضعف في عضلات الحوت واللي هي العضلات اللي بتساعد في عملية التباوض وضعف في عضلة المسانة دي كل القصة فاللي يحصل إيه؟ إنه يعيني الولد أو البنت بيتحكم في الجول وهو صحي عن طريق الإدراك مش عن طريق التحكم بالعضلة يعني هو بيدرج إن المسانة اتملت فبيروحي فراغها لما بينام بيفقد التحكم ده تمام؟ طيب يبقى إحنا عندنا كمان مش بس ضعف في العضلات ساعت بتكون الأعصاب اللي بتوصل للمكان ده كمان تكون ضعيفة نتيجة لضعف الدورة الدموية في المكان ده عند بعض الناس مشكلة مهمة جداً كمان عند الناس دي اكتشفناها ان مهمة بيبيع نكأت together هي بأس ا Pose تسم vibe disorder كمان change علاوة اتراك في النوم اتراك في النوم نوم ليه مراحل مرحلة أسمى Golden Clear Illusion Login اточує ال well-to-found سابụ الخاص بين اللي تلات مراحل وسأكثر فيك اللون من اول ب havia النوم خفيف وبعد كده بنبدأ في النوم اللي هو لو حد فتح النور أصحى بدكل في مرحلة النوم العميب وبعد كده قدكل تاني في النوم خفيف وفي المرحلة اللي بيشوف فيها الأحلام والحاجات دين الإنسان الطبيعي لو حاجة لو ما عندوش اتراف مراحل النوم لو مثلا النور اتفتح ممكن يسحى لو حس ان مثلا بتاعته اتملأت ممكن يسحى لو كوباية اتكسرت جنبه ممكن يسحى دول بيبعندوهم من ضمن حتى ده بيبقى هو بلانا بالتأهيل ان احنا بنصلح لهم مشكلة النوم دي بيبعندوهم اتراف مرحلة النوم يدخلوك مرحلة النوم العميقهم بيتقاروش يعدوا من مراحل النوم التانية تمام؟ طرق التشخيص بتاعتنا بنتأكد ازاي طبعا انت يا دكتور اجدتك اللي حالة بتتأكدي ازاي ان هم فعلا عندو تبول لايرادي لازم بيتقل تحت بحص الجهاز معين الجهاز ده مسؤول ان هو يقس لنا درجة انكباض العضلة بنشوف انكباض العضلة كام والمفروض يوصل لحد كام وبعد كده بناخد القرار ان كان العضلات بتاعته اقل من رقم معين فبنقول ان ده عندو ضعف عضلات المسانة والخوض وان كان العضلات بتاعته يعني ضعيفة بيبدأ بيدخل طبعا في العلاج عندنا يبقى كده تأكدنا ان الجهاز بتتبول لايرادي التبول لايرادي اللي في السن ده بيبقى لاني ليس عاد بيبقوا ناس مش اطفال من ست سنين ومش تمان سنين ومش عشر سنين بشوف ناس ثلاثي ناس ثلاثي ناس ثلاثي ناس ما تعلقوش فمش كلا فضيت عندهم هم كبار وعندهم تبول لايرادي تمام؟ طرق العلاج طبعا منزود الدورة الدموية اللي رايحة للعصب عن طريق اجهزة خاصة بانها تزود الدورة الدموية التقيقة بجهاز امريكي مخصوص عشان القصة دي بنعمل حاجة اسمها تنبيه بحاجة اسمها بين الكترود لعضلات المسانة الجزء الجزء بنعمل حاجة اسمها تنبيه كهربائي لكل عضلات الخود والمسانة بنعمل تمارين بشكل معين تنبيه علشان يقدر الطفل دا يتحكم في عضلاته طيب مهم جدا انا اعتبر التبول الايرادي دا عامل زي بالضبط التخصيص بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن قديك نزام الجزء وانت ما تعملوش احنا الاثنين شرقة هي تعلمات لازم تتنفذ في الفي منها منها شرب استويل قبل النوم بثلاث ساعات دخول الحمام قبل النوم مباشرة الاستيقاظ كل ثلاث ساعات اثناء النوم عشان نعالج مرحلة عدم اقتراب مراحل النوم اه ممكن كمان كل ساعتين لمدة قدقية لمدة تم نعمل برامجة للنوخ اللي هي ما بتقلش عن ثلاث شهور لست شهور طب العلاج قدقية العلاج بيبقى كورس اثناشر جلسة اثناشر العلاج بيبقى برا عن كورس اثناشر جلسة بيخدهم من العيام ممكن جلستين في اليوم وممكن جلسة كل يوم وممكن يوم بعد يوم بمدة شهر بنقول خلصنا امتا لما نقيس العضلة خلصنا بعد الكورس الاولين ما بنجددش لازم نوصل للمقاس المرتوب اللي يقولنا ان العضلة دي سليمة على الجهاز اللي بيقيس تقييم العضلات وبيدينا درجة انقباط العضلة طيب هل فيه نوع تاني من انواع التبولة لايروتية نعم فيه الثلث البوي عند النساء والرجال هم ورجالة بيحصل لهم كده برضه اه بيحصل لهم كده هنتكلم ازاي فيه بعض النساء مع الولادات المتكررة بيحصل لهم حاجة اسمها نتيجة انه بيتدعى في عضلات الخط وبتدعى في عضلات المهبة بتيجي تكحة او بتغطيس ينزل منها نقطة قول وفيه برضه بيحصل ساعد في السن الكبير حاجة اسمها فارطة في نشاط المسانة المسانة يعني تعرف يحب تقول صغيري تقوم مصربة او منزليهم ده بيحصل اكتر في السن الكبير فوق ال 65 و 75 سنة الثلاث الفايدي ده اخر نوع اللي هو بيحصل عند الرجالة اللي بيبع عندهم مشاكل في البروستيتا المسانة مش بتفرق محتوياتها كويس ففجأة يلاقي تسريب باون طيب علاج الموجودة ازاي بالنسبة للنساء بنقدر ندخل جهاز تدبيه كهربائي داخل العضلات بتاعة المهبل واللخود بحيث ان احنا نقويها وبنزودهم الدورة الجموية وبنعمل جلسات في ثلاث مرات بنقدر نخلص المشكلة لان بنقدر نشتغل على العضلة الداخلية من جوا مع تنبيه لعضلات المسانة مع تنبيه لعضلات الخود تنشيط الدورة الدموية الدقيقة والدورة الدموية العميقة بشكل معين بنحتاج حوالي في النوع اللي بيحصل مع رجلة حوالي 12 جلسة مع الستات بنحتاج بس ثلاث مرات بنعمل فيهم جلستين في اليوم وبناخد القياس بتاعة العضلات في كل الحالات قبل وبعد الجلسات عشان اتطامن ان هما بقوا في الحالة طبعية اتمنى اكون فتكوا في حلقات النهاردة بتحياتي